الذرات الذرة هي وحدة البناء الرئيسية لكل ما هو موجود في الكون فهي المكون الأصغر للمواد والعناصر ولذا بالطبع لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة والسؤال الآن هل تعلم مكونات الذرة؟ هيا نتعرف على الإجابة سويا تتكون الذرة بشكل عام من نواة يدور حولها سحابة من الإلكترونات وفيما يلي شرح لهذه المكونات بالتفصيل أولا النواة وتحتوي على البروتينات وهي المكون الأساسي للذرة التي تعطيها الخواصة المتعلقة بها وتحمل شحنة موجبة النيترونات وهي متعادلة الشحنة لذا تحمل النواة شحنة موجبة ثانيا الإلكترونات والتي توجد في عدد من مستويات الطاقة حول النواة تتحرك فيها الإلكترونات بشكل سريع جدا تشبه لحد كبير حركة الكواكب حول الشمس في المجموعة الشمسية أما عن شحنتها فتكون سالبة وكل ذرة لها عدد من الإلكترونات مساوي لعدد البروتونات ومن الجدير بالذكر أن أي ذرة تعتبر من عنصر معين وهذه العناصر موضحة بصورتها الطبيعية على الأرض في صورة 92 عنصرا موجودين في الجدول الدوري أما عن الخصائص الرئيسية للذرات فتوجد العديد من الخصائص المهمة للذرات والتي تحدد صفاتها وسلوكها وتتمثل فيه العدد الذري والذي يحدد نوع العنصر الذي تنتمي إليه هذه الظرة ويساوي عدد البروتونات في الظرة فمثلا العدد الذري للهيليوم الثنين مما يعني احتواءها على بروتونين العدد الكتلي وهو مجموع عدد البروتونات والنيوترونات الموجودة في ذرة العنصر وعلى نفس المثال فإن العدد الكتلي للهيليوم يساوي أربعة لاحظ هنا أن عدد نيوترونات يؤثر على كتلة الظرة لكنه لا يؤثر على خصائصها الكيميائية